الحقيقة مصطفى مشرفة يكاد أن يكون أسطورة ولحسن الحظ أن دلوقتي في مصر من يقدرون الرجل ومن يفكرون في أن هم يعملوا عنه مسلسل أو فيلم سينمائي أو يعملوا منتديات وجمعيات باسم العالم العظيم الدكتور مصطفى مشرفة الحلقة دي حلقة خاصة عن العالم العظيم تقديرا لنا ولمصر التي كانت قبل أن يكون تقديرا له دكتور مصطفى مشرفة من دميات دمياتي اتولت سنة 1898 دميات بيقول عليها ابن بطوطة دميات الآخذة من كل حسن بنصيب يعني من كل حاجة حلوة دميات واخد حتة اتولت في دميات لأسرة ميسورة الحال كان والده من الفقهاء وعلماء الدين وزوي البلاغة وكان مدرسة الإمام محمد عبدو اللي أنه أيضا كان ميسور عنده 200 فدان في دميات لكن جاءت الأزمة المالية العالمية وقتها وأزمة القطن الشهيرة سنة 1907 وتمانية وتسعة السنوات الصعبة دي فيها راحت كل صروة مصطفى مشرفة باشا المتين فدان راحوا كلهم على بعض ووالده توفى بعد كده وتربى يتيم الأب وهو بقى اللي ربى إخواته فيما بعد مصطفى مشرفة قصة عبقرية مزهلة يعني مزهلة إلى أبعد الحدود من وهو عيل صغير في ابتدائي كان زمان الشهادة الابتدائية الامتحان على مستوى مصر كلها زي السنوية العامة دلوقتي مصر كلها امتحان واحد في يوم واحد هو أول الشهادة الابتدائية على مستوى القطر المصري كله وظل أول التعليم جميع السنوات لغاية السنوية العامة أو البكالوريا وقتها هنقول عليها السنوية العامة طلع تاني الجمهورية في السنوية العامة وطلع تاني لأن والدته توفي ترحمها الله قبل الامتحان بأيام يعني كان ممكن لفي وضع نفسي أفضل كان بقى أول الجمهورية في السنوية العامة لا أريد يروح طب ولا هندازة وإنما التحق بمدراسة المعلمين تخرج منها سنة 1917 مصطفى مشرفة راح على طول على بريطانيا ودرس ناك في جامعة نوتنجهام وفي الجامعة هناك درس البكالوريوس في الرياضيات وأصغر واحد حتى بالمقارنة بالانجليز أصغر طالب يقدر ياخد البكالوريوس في أقل سنوات ممكنة وحصى على البكالوريوس سنة 1920 كده بقى إيه؟ بكالوريوس رياضيات في جامعة نوتنجهام بعد ما خلص المعلمين العليا في مصر درس بعد كده دكتوراه الفلسفة ورغم أن الانجليز كتوقتها مصر محتلة غلصوا عليه كتير إلا أن مصطفى مشرفة إدر ياخد دكتوراه الفلسفة برضو في أقصر زمن ممكن يعني أقل مدة في البكالوريوس أقل مدة في دكتوراه الفلسفة مش بالمقنب المصريين والانجليز وكل الذين يدرسونا في بريطانيا أصغر مدة في دكتوراه الفلسفة النقلة اللي بعد كده بقى في حاجة يسمعها دكتوراه العلوم أعلى درجة علمية على الإطلاق اللي كان بتديها الجامعات البريطانية وقتها ولا أي أي زي بقوله ولا أي بريطاني ولا أي حاصل على دكتوراه يقدر ياخد بسهولة دكتوراه العلوم مصطفى مشرفة أخذ دكتوراه العلوم بعده في أقصر مدة زمنية فأول الجمهورية ابتدائية تاني الجمهورية السنوية عامة أصغر مدة في رسل باكالوريوس في بريطانيا أصغر مدة في دكتوراه الفلسفة في بريطانيا أصغر مدة في دكتوراه العلوم في بريطانيا وأول مصري ياخد الدرجة العظيمة دي اللي هي دكتوراه العلوم رجع مصر عينوه أستاذ مساعد فاحتج الأنواخ الدكتوراه العلوم أقولوا ده الأستاذ حتكوا عارفين الترتيب كده زي الشرطة ملازم ملازم أول نقيب التعليم الجامعي أو الأستاذية الجامعية ترتيب معيد إذا خد ماجستير مدرس مساعد دكتوراه مدرس دراسات زيادة أستاذ مساعد الدراسات بها أقصى درجة فيها يبقى أستاذ معيد مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ أقولوا أنت أستاذ مساعد قال لهم لا أنا أستاذ أستاذ مساعد لا الإنجليزي المحتل اللي عندنا ده هو برضو عالم وأستاذ وكده ده الأستاذية وانت أستاذ مساعد مجلس النواب طلع نائف فيه وقال لرئيس الجلسة أنا بعترض وعيز أكلم وزير التعليم في هذا الموضوع أو وزير المعارف إزاي عندنا شاب إسم مصطفى مشرفة وصل المستوى ده ومخليينه أستاذ مساعد بس مش أستاذ مين رئيس مجلس النواب ساعد زغلول باشا فساعد زغلول وقف مع النائب وفي النهاية تم تصايد مصطفى مشرفة لدرجة الأستاذية عملوه أستاذ رياضيات تطبيقية وخلو الإنجليزي رياضيات بحتة عشان خاطر يبقى ده أستاذ وده أستاذ بعد كده بقى وكيل كلية العلوم ثم عميد كلية العلوم الفقير العظيم دكتور السنهوري كان وقتها وزير هو اللي جدد له المرة الرابعة عميدا لكلية العلوم وبعد كده بقى مدير الجامعة بالإنابة لما توفى العظيم الدكتور علي إبراهيم باشا اللي هو كان عميد كلية الطب وده آخره ما بقاش بعد كده رئيس جامعة ليه؟ لأن كانت علاقته سيئة بالملك فاروق الملك فاروق ما كانش بيحب مصطفى مشرفة مصطفى مشرفة زي كل العلماء الأجلاء لا بينافق ولا بيشيل الشنطة ولا بنزل تهنئة ولا تعزية ولا يطلع يقول كلام فارغ قدام الملك أو الحاكم فالملك فاروق ما كانش بلعوه مش طاق مصطفى مشرفة فكان ليه منحة مرة في جامعة برنيستون الأمريكية اللي كان بيدرس فيها أينشتاين وقيل إن الدعوة كانت من أينشتاين شخصياً إن مصطفى مشرفة يروح الجامعة المرموقة دي في أمريكا يدرس فيها الحكومة المصرية وفقت على انتداب مصطفى مشرفة لكن الملك اعترض ولغى الانتداب ومرحش مصطفى مشرفة للجامعة المرموقة دي في امريكا كان المفروض يكون رئيس الجامعة بعد علي ابراهيم باشا الملك فاروق مش طيقه الولى رئيس جامعة كمان لكن مصطفى مشرفة زي ما قلنا من ابتداء الاعدادي لسنة والبكالوريوس لدكتوراه الفلسفة لدكتوراه العلوم لأستاذ لوكيل الكلية العميد الكلية لمدير الجامعة بالانابة ترتيب عظيم كان فيها نموذج للأستاذ والعالم الكبير دكتور مصطفى مشرفة سنة تسعة وتلاتين لحظه الف تسعمية تسعة وتلاتين زمن قوي قبل ابهاتنا ما يتولده الف تسعمية تسعة وتلاتين عمل معرض علمي في جامعة القاهرة اسمه مهرجان العلم جاب فيه احدث الاجهزة العلمية وخل الجمهور والناس يجوا تفرجوا والعميد مشرفة والأساذة بيشرحوا للناس التليسكوب ده ايه والميكروسكوب ده ايه والعلم ده ايه والميكانة ده ايه والتقدم ده ايه تخيلوا بقى معرض منتجات بس بقى مش استهلاكية معرض للعلم في مصر في جامعة القاهرة الف تسعمية تسعة وتلاتين سنة بقى الف تسعمية تسعة اربعين يعني قبل الثورة بتلات سنين من زمان مدة طويلة جدا مصطفى مشرفة قدر يقنع هيئة او جامعة علماء الطاقة الزرية في بريطانيا انه يستعير معرض اسمه معرض الطاقة الزرية من بريطانيا يخليه هنا في مصر ويجهز قطر يشيل مواد دي ده امتى الكلام ده طاقة الزرية ده امتى تسعة واربعين بعد اربع سنين بس من قنبلة هيروشيما ونجازكي اربع سنين لسه العلم ما يعرفش يعنيه زر قصة ولا قنبلة زرية نهائي ده جاب عمل قطر الزر ده حط عليه كل المنتجات او الاشياء التي يمكن عرضها من علوم الزر واخدها من جمعية علماء الزر البريطانية هو كان رأيه ان عالم واحد ممتاز احسن من عشرين واحد نص ونص وكان يقول خير للكلية ان تخرج عالما واحدا كاملا افضل من هي تخرج كثيرين من انصاف العلماء مصطفى مشرفة ضمياط يوتن اول تاني سنوية عامة باكاريوس اثنين دكتوراه اصغر استاذ اصغر وكيل اصغر عبيد اصغر مدير بالانابة خلاف مع الملك فاروق منعه يروح امريكا لكنه اكمل واجبه كاستاذ افضل ما يكون الواجب واحسن ما يكون الاداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثورت تسعتاشر في مصر بقيادة سعد زغلول باشا وتاكن العالم الكبير دكتور مصطفى مشرفة لسه طالب دراسات عليا في بريطانيا فمصطفى مشرفة بعت لصديقه النقراشي باشا كما يقول مصطفى امين في مقدمة للكتاب الرائع الذي كتبه دكتور محمد الجوادي عن مصطفى مشرفة بيقول مصطفى امين ان مشرفة بعت لنقراشي باشا يقول له انا يا فندم عيزاجي مصر علشان اقف مع الصوار ضد الاحتلال البريطاني لمصر قال له خليك عندك احنا مش نقصين صوار عندنا ما يكفي من الصوار انه احنا في امس الحاجة الى علماء ولو عدت عندك وبقيت عالم مهم مفيد لبلدك ده افيد للثورة ورجال الثورة وللوطن من انك تيجي تهتف مع الهاتفين هنا قاعد هناك مصطفى مشرفة باشا لغاية ما وصل اعلى الدرجات العلمية لكن اثناء الثورة كان مصطفى مشرفة اسس جمعية للحوار في جامعة لندن الجمعية دي قاعدت تشنع باحتلال البريطاني وتقف مع سعد زويل باشا والثورة الوطنية في مصر مصطفى مشرفة عنده كتاب مهم جدا اسمه الظرة والقنابل الذرية طبعا دلوقتي يبدو بالنسبة لعلم الحديث انه كتاب قديم لكن وقتها كان شيء مذهل ان يكون في كتاب بهذا المستوى يصدر من القاهرة لعالم مصري مصطفى مشرفة فيه بيقول سنة 1939 الحرب العالمية التانية بدأت 1939 وانتهت 1945 كانت لسه الحرب العالمية التانية يا دوب بدأ فكان قاعد مصطفى مشرفة بياخد شاي في الجنينة هو وانه قراشي باشا وفارس نمر باشا وبيدردشه يطرى الدنيا رايحة فين ويطرى ايه اللي حاصل في العالم قال له مصطفى مشرفة للسياسة والاقتصاد والحرب اخطر شيء في العالم دلوقتي تمكن العلم من فلق نواة الزرة اللي هو فيه مع بعض القنبلة الزرية كلام ده سنة كام 1939 اول قنبلة زرية في العالم بعد كده بست سنين في 1945 مصطفى امين في مقدمة كتاب الجوادي ايضا بيقول ان مصطفى مشرفة كان بيطالب بمشروع علمي كبير لمصر مصطفى مشرفة قال لهم يا جماعة يا بوس ايديكو نعمل مجلس علمي في مصر قالوا لأ فين وفين لموافقه فعملوا مجلس اسمه مجلس فؤاد الاول الاهلي للبحوث العلمية والصناعية المجلس ده اللي هو مجلس فؤاد الاول للبحوث العلمية والصناعية فرح قوي وطول مشرفة به وقال خلاص احنا كده عدينا والمجلس ده هيكبر البلد لكن مر وقت لا عينه رئيس ولا اعضاء ولا اسدزة ولا خبراء ولا منليم ولا اوضة ولا حتى كرسي في المكان ولا حاجة منظر مفيش اي مركز علمي يتعامل بناء على طلب العالم الكبير دكتور مصطفى مشرفة باشا فهو قال مرة كده بيتريق الحكومة لا تزال تبحث عن جهلاء تعينهم في مجلس البحوث العلمية مصطفى مشرفة مرة قال لازم نعمل وزارة اسمها وزارة الاقتصاد العلمي الاقتصاد القائم على العلم والتكنولوجيا فمصطفى مشرفة مرة بيدردش وبيكمل الفكرة بقول يا جماعة الطاقة هتخلص من العالم كلم الكلام ده بدري قوي الطاقة هتخلص من العالم لازم نفكر في طاقة بديلة في التلاتينات من بين الطاقة البديلة اللازم نفكر في الطاقة الشمسية من الشمس نول الطاقة تبقى دي بديل للبترول والفحم والطاقة القائمة عشان قدام هتنفز والعالم هيخش فيه حروب طاقة طبعا الناس اللي كانوا بيسمعوا الكلام ده قالك الدكتور مصطفى مشرفة حصل له حاجة في دماغه بيتكلم ان الشمس ناخد منها طاقة ونمشي بيها الحاجات فقالك ايه دكتور مصطفى مشرفة يبدو عليه زي بقول مصطفى امين ان هو فقد عقله دكتور مصطفى مشرفة في وقت مبكر جدا كان بيطالب بيقى ان مص تصنع كنبلة زرية كده مرة واحدة ان مص تصنع كنبلة زرية وجهة نظره ايه اللي هي نظرية الرضعة ان انا عشان يكون عندي كنبلة نوية انت تخاف تضربني عشان انا عندي لو ما عنديش هتتصرف معي زي ما انت عايز الكلام ده كله قبل هيروشيما بكلم على شيء سابق جدا بيقول مثلا غيسات السمة اللي استخدموها الطليان استخدموها عشان قتسوبيا غلابة ما عنديهمش غازات السمة لكن الالمان لما ضربوا الانجليز في حرب علماء التانية ما تجرقوش بالغازات السمة ليه لان الانجليز يقدروا يردوا بالغازات السمة فدول يبهدلوا دول ودول يبهدلوا دول فدول يتلموا ودول يتلموا اللمم ده او كل واحد يتلم ده اسمها الرضع كل واحد يخاف من التاني انه ممكن يبهدله الرضع بقى ده قال مصطفى مشرفة وقتها مش هينفع الا ان مصر تخش المجال الزري وتصنع كنبلة زرية مش عشان مصر تضرب دول تانية بالكمبلة الزرية وانما عشان مصر تضمن ان ما فيش دولة تانية تيجي تضربها بكمبلة زرية امتى في التلاتينات مرة تانية في التلاتينات دكتور مصطفى مشرفة بيقول العلم وقتها الدنيا كلها طلع لفوق في العلم بيقول ان الرئيس الامريكي قال انفقنا اتنين مليار يعني الفين مليون دولار على العلم كان بيقول وقتها يا ترى مصر صرفت كم مليون ولا يا ترى صرفت كم الف ولا يا ترى كم مليون لحقيقة ان مصطفى مشرفة كعالم عظيم نبوغ مبكر وطنية مذهلة نبوءات مدهشة سابقا نقول لك طاقة بديلة وطاقة شمسية وتفتيت الزرة وتركيب الزرة والعلماء القلاء الوقتان اللي كانوا فاهمين نظرة اينشتاين وكان على صلة باينشتاين وقيل ان هو عزم اينشتاين في القاهرة او شافه اثناء وجوده في القاهرة وقيل ايضا في وفاته ان اينشتاين نعاه هذا المستوى العلمي المذهل مصطفى مشرفة للأسف مرت سنوات طويلة دون ان نستلهم تراثه فاصبحت الجامعة كما نرى والعلم كما نرى 1950 كانت حكومة الوفد وكان دكتور طاحسين وزير في الحكومة وكان النحاس باشا رئيس الوزراء فكان في البيت مصطفى مشرفة طلب بالتليفون طاحسين فالدكتور طاحسين مبروك عليك الوزارة شكل كده سبت العلم واتفراغت للسياسة وهتظهر شوية وهناه قال له هتيجي بكرة البرلمان تحضر الجلسة قال له لا انا مش هقدر اجي نعيان والمدام بتقول لي ما تخرجش برا البيت الوضع الوضع تدهور سريعا وفي صباح يوم الاثنين خمستاشر يناير توفي العالم العزيم الدكتور مصطفى مشرفة باشا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رحت حسين البيت فورا وكل أصدقاء ومريدي واتعمت جنازة كانت مثيرة جدا من مسجد عمر مكرم وقتها والعالم كله نعاه حتى أخوه كان في أمريكا معرفش بوفاته أعرف من الإزاعات وكات الأنباء الأمريكية التي نعت العالم المصري العظيم الدكتور مصطفى مشرفة باشا ونعاه أيضا العالم الكبير نيلز بور ده يعني أقل من أنشتين بحاجة بسيطة وقال عليه أنه هو مصطفى مشرفة كان أستاذا بحق ونيلز بور ده هو أول من تنبأ بتقسيم الزرة ونسب إلى العالم العظيم ألبرتا أينشتين أنه قال ما تقولوش أن مشرفة مات وقال أنه إحنا محتاجين لمصطفى مشرفة ولو كان مات فعلا دي خسارة عظيمة وقال أينشتين أن مصطفى مشرفة كان رائعا وقال كنت أتابع أبحاثه في الزرة بكل دقة لأنه كان من أعظم علماء الطبيعة وقيل في الروايات أيضا أن أينشتين جاء ضيفا على مشرفة في منزله بمصر الجديدة أثناء زيارته لمصر أما أقوى نعي الحقيقة فقاله عميد الأدب العرب دكتور طاحسين اللي قال إنه الأخ الذي لم يعرف إخاؤه ضعفا ولا وهنا على اختلاف الظروف نتكلم على سياك وعلى عصر كان فيه السنهوري باشا طاحسين أحمد لطف السيد سعد زغدول باشا مقراشي باشا فارس نمر باشا نتكلم على مستويات في العلم والسياسة وعلي إبراهيم مستويات مزهلة من المستوى العلمي والفكري في مصر نتذكر اليوم وكل يوم واحد من أعظم العلماء الأجلاء الذين مروا بتاريخ هذا الوطن لعله يكون موذجا لعلماء آخرين أو لصغار يتأملون سيرته ربما نجد في المستقبل لدينا ألف مشرفة ومشرفة كل الدعاء له بالرحمة وكل الأمل ألا تفقد مصر الطريق إلى العلم أو الطريق إلى المستقبل